بسم الله اهلا بكم معكم محمد سلامة محاضرة جديدة ولسه مكملين في الكورس بتاعنا المحاضرة دي يعني مهمة جدا لان احنا يعني هنشوف فيها تفاصيل البروتوكول ستاك والليرس دي ميسجيج في الحقيقة اهمية الموضوع بتاع النهاردة في ان انت هتحتاج به في الشغل كتير خاصة خاصة لو انت بتشغل على اللوك فايل اناليسز يعني لو حضرتك وجزء من شغلك واعتقد يعني معظم الريديو انجينيرز بيشتغلوا على اللوك فايل اناليسز او حتى لو انت من ناحية الكور فانت عندك اند تو اند سيجنالينج يعني يبقى عندك سيجنالينج اند تو اند ويبقى عندك برامج للتريسنج فمهم تبقى شايف شايف الايه اللغة الحوار اللي بتحصل ما بين الديفرنت نودز يعني احنا عندنا الشبكة بتبتدي ايه كل النودز اللي فيها تكلم بعض ما بينهم ماسجز هل الماسجز دي متحتاج حد يفصرها لنا ولا احنا نقدر نقراها كده فنفهم لا محتاجة فعلا تفسير اكدناك كده بتشوف لغة بتشوف لغة للناس بتكلم بعض محتاجة مترجم واللغة دي انت مش فاهمها محتاجة مترجم فهدف المحاضرة دي هدف الاساسي للمحاضرة دي ان احنا يعني اكدنا كده بنعلمك اللغة بتاعت الشبكة عاملة ازاي بتكلم بعض ازاي اول حاجة السلام بيبقى ما بينهم بشكل بقى انهي شكل النترك بتسلم على بقى بيسلم على بعض يحداك بتروح تسلم على ال اي نوت بي بطريقة معينة او ببروتوكول معين بشكل معين وال اي نوت بي لما تروح تكلم الام اي بيتكلمها بشكل معين وهكزا واخد بالك وبعد كده هنوسع الشغل بتاعنا لما نروح لجزء الام اي اس كور نتكلم عن الام اي اس ونشوف اللغة اللي بتكلم بيها مع الام اي اس اللي هي السيب سيب روتوكول هتكون شكلها عمل ازاي فانت مثلا بيبقى عندك يعني عندك مثلا كومبيلين مشكلة في مكان ما اه وليكن الكاستمر او حد اللي عنده المشكلة يعني وتوصلت لك وتبتدي انت تشتغل عليها ان حد مش عارف يعمل اتاتش عن نتورك اصلا او ان الكول سيتاب تايم اه عالي جدا يعني المكالمة بتاخد وقت كبير علشان يبدأ يحصل لها سيتاب او ان في مشكلة في الهند اوفر ساكسس ريت في مكان معين او مشاكل او مشاكل كل بقى المشاكل دي انت عشان تبتدي تبتدي يعني تعرف تعمل اناليسز تحليل للاسباب اا او الروتكوز للمشاكل دي اول حاجة انت بتبتدي تعملها هو التريسينج ده بشكل عام او تحديدا لو هتكلم على الناس بتوع الراديو. فانت اقول حاجة بتبتدي بتنزل الراجل هنا. الراجل المحترم بتاع drive test. يبتدي يعمل ايه? يعمل آآ simulation للمشكلة اللي بتحصل مع الراجل ده. هو الراجل ده بيحصل للمشكلة فيبتدي هو يقوم آآ يقوم بدوره. او اكن هو نفس الراجل عند المشكلة ده فيبتدي يجرب يعمل اتاتش مسلا. او يعمل مكالمة ويشوف زمن سطب المكالمة. او طب لو نجحت يشوف مسلا فيه بيحصل بلوك ولا لا. او بيحصل تروب او لا. انت 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 باخد بالك. طيب كل العمليات اللي بتتم هنا دي. كل العمليات اللي بتتم هنا دي بتكون عند حضرتك كده متسجلة. متسجلة على برنامج التمزي مسلا. تمام? متسجلة على برنامج لو احنا بندي فيه امثلة كتير للبرامج اللي مش عالى عليها بس اشهرها هنا في الريديو هيكون التمزي يعني. سواء بقى ال investigation او discovery. طيب متسجلة فيه انت حديدا في حاجة اسمها layer series messages. فانت لما بتفتح layer series messages دي بتشوف ااا كل اللي حصل. يعني كل اللي حصل اااا من محاولات ان انت تدخل على النتوورك. طيب و ابعت فبعت ركوست للنتوورك. طيب اااا رادت عليك بحاجة عاملة ازاي? ايه رسالة اللي ردت بها عليك النتوورك? طيب ال touch نجح او ال access ااا نجح طيب اااا ايه اللي حصل بعد كده كل ده كل ده بيظهر في حاجة اسمها وبيظهر بلغة الشبكة مش اللغة اللي انت فهمها فانت محتاج تتعرف على لغة الشبكة وده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة لان شطرتك في ان انت تفهم وده من اهداف الكورس نكتب عارف السيجنال ماشي ازاي وممكن تحس ان احنا هنهتم شوية بالجزء ده اا شطرتك في حل او فهم عن متن او السيجنالينج اند تو اند ده هيساعدك جدا في حل المشاكل اللي بتقابلك اثناء اا العمل يعني تمام فالجزء بتاعنا من المحاضرة هيكون باذن الله عن البروتوكول ستاك وممكن شوية تحس احنا ليه بنشرح الحاجات دي الحاجات دي شوية مسلا حساسها نظري او حاجة ولكن لما نبتدي ندخل على اللير سيجنالينج وتبتدي تعرف الرسائل عامل زي او السيجنالينج شاكل عامل زي تبتدي تفهم شوية احنا اا هنعمل النهاردة كل اللي احنا بنقول ده مقدمة بس عشان احسسك باهمية ان الموضوع مش نظري اللي احنا هنتكلم فيه الموضوع اا مرتبط بارتباط صريح بالشغل بتاعي طيب تعال نبدأ الحكاية من اا يعني هنرجع خطوطين كده الورق ونفكر حضرتك انت فين سري جي ظهر عندنا حاجة اسمها البروتوكول ستاك وهي اا بتحديدا للار يعني هتكلم على الار او الريديو يعني الريديو بروتوكول ستاك او الار انترفيس تحديدا احنا عايزين هدف البروتوكول ستاك ان احنا نحدد ايه الفونكشنز اللي بتقوم وظائف اللي بتحصل في الار انترفيس ايه هي الفونكشنز بتاعت وفي الحقيقة والله احنا عندنا تلاتة ليرز تمام تلاتة ليرز اللي هي لير 1 وليير 2 وليير 3 لير 1 دي زي ما احنا عارفين كانت اللير فيزيكال لير لير 2 هي مهتمة جدا بالداتا بنسميها data link layer مهتمة جدا بتجهيز الداة للارسال في الفيزيكال الفيزيكال ده هو ايه هو الار بتاعنا وكان عندنا layer 3 كانت مسؤولة عن resource management أو اللي احنا بنسميها الررسي layer radio resource control دي كده كانت 3 layers بتاعتنا في air تمام ودلال اللي كنا بنسميها الprotocol stack عاملة كده زي الOSI model فاكر الOSI model بتاع النتورك اللي هو 7 layer احنا بقى عندنا في air وفي radio بتاعتنا احنا ما بنفهمش غير 3 layer اقصى اكبر layer عندنا هي layer 3 تمام طيب ده اللي احنا كنا دايما عارفينه من قبل كده هل في اختلاف عندنا في الفور مفيش في الحياة اختلاف يعني يعني تعالى بس اولا ده السايت بتاعنا تمام الانتنة بتاعتنا دي كده مسؤولة عن ايه عن ايه عن layer 1 يعني الفيزيكال layer هنا في المكان ده الفيزيكال layer بتاعتك هنا في الحيطة دي كده ففي layer 1 ايه اللي بيحصل بيحصل ال access technique بتاعنا تمام فدي كده بسميها layer 1 الفيزيكال layer طيب عندنا بقى الانتنة بتاعت حضرتك دي كده متوصلة بايه بكيبلز كده جزء من الكيبل ده كو اكسل وجزء تاني بيبقى fiber وطبعا هنا عندك ال ايه الارار يو جموت ريدي يونت وهكذا وعدين هنا بقى ال ايه البيز باند يونت فكرة السايت ده موفابل يعني ايه موفابل يعني بيتحرك ايه لو انت في مكان في event او في حفلة مثلا من عمر الدياب ولا حاجة فانت يبقى انت متوقع هنا هتبقى في كباستة كبيرة جدا وعدد يقيس كتيرة اوي فساعات بنسبورت ايه بالسايت المتحرك ده عرشان يقدر يخدم او عندك مطش في الاستاد مسلا كل الحاجات دي بنستخدم فيها السايت بالشكل ده غير بقى لسايت التاني اللي انت مثلا بتشوفه لا بيبقى سايت ثابت مش متحرك زي ده كده لا ده بيبقى سايت ثابت اللي بتشوفه بقى فوق البيوت او حاجة وهكذا الرجل اللي فوق ده هنا ده الرجل الرجل الطيب الغلبان ده ده الرجل الرجل ده الفني اللي هو بيطلع ممكن يزبط مثلا الريت بتاع السايت يعني الريت يعني زاوية ميل الانتنة يعمل لها اب تلت او داون تلت ده لو السايت ده ميكانيكال لان في معظم السيطات دلوقتي اللي بتطلع بتقدر انت تعملها يعني من مكانك في تقدر انت ايه تتشينج بتاعه سواء اب تلت او داون تلت من غير ما راجل يطلع يزبط الحاجة دي او ممكن تأدجست الازموس اللي هي يروح يمين شوية ولا تروح شمال شوية يعني تمام طيب المهم ان السايت بتاعنا فيه هنا جوه يعني تعالى كده ايه فدل صاحب بتاعنا دي الارف انتنة تمام هي مسؤولة عن البروباجيشن مسؤولة عن البروباجيشن وهي باسف باسف يعني هي الباور مش مش دخلي فيها يعني طبعا في الفايف جي اللي هيشتغل فايف جي خلاص الانتنة دي هتبقى اكتف فالريديو يونت اللي هو الباور بتاعها هيكون ايه دخلي جواه كده فبنسميها اكتف انتنة لكن الانتنة عماماتا هي بتعمل بروباجيشن ااااااا تمام طيب هنا كده في ايه هنا كده في البيس باند يونت يعني دي دي كده الكابينة بتاعتنا دي ليس بان ديونت يعني ايه الكابينا دي هدفها ايه يعني الانتنة بتعمل البروبواجيشن الكابينا اللي تحت اللي تبقى في السايت بتشوفها اللي فيه قوم دخل اي سايت هدفها كده انها بروسيسينج زي بالزبط اللاب بتاع حضرتك افتكر المثال ده دايما الشاشة هي الانتنة يعني الشاشة بتاعت اللاب اللي انت ممكن تكون بتشوف في الكورس عليه دلوقتي دي زي الانتنة بالزبط واله هنا بقى طبعا نتعرف ان في رامات وفي الهارد وفي البروسيسور صح الحاجات دي كلها هي البس باند يونيت بالزبط فانت البس باند يونيت دي هي الرامات والبروسيسور وهي الهارد وهي كل العمليات كلها بتتم هنا والانتنة ما عليها غير انها بتعمل لير ون ارسال الداتا ارسال المعلومة في الفيزيكال لير فيزيكال لان احنا خلاص نزلنا هنا ايه بنبعث في انت هنا واخد واخد فريكوانسي بتبعث عليه واخد مديوليشن معين بتشتغل عليه وبتبعث بباور كنترول ليفل محددة يعني معالي الباور او مزود باور في يعني واخد بالك كل البرامترز دي دي لير وان بارامتر طيب هل بيتم في سؤال هنا هل بيتم حاجة تانية اه قبل ما بتبعت يعني في تجهيزات بتحصل على الداتا قبل ما تبعتها اه في الحقيقة فيه يعني مش بس اه الداتا بتطلع ابعت لا فيه هنا بعض التجهيزات اللي بتحصل فالتجهيزات اللي بتحصل دي بتحصل اه على مرحلة تانية بنسميها بقى لير 2 لو احنا سمينا دي لير 1 بسمي دي لير 2 ليه بسميها لير 2 انا كنت ممكن خلي بالك كل الحاجات والتجهيزات اللي احنا بنقولها دي نخليها نفس اللير بس تنظيميا تنظيميا زي ما انا كده ايه بقولك خلي بالك انت قبل ما تنزل اه رايح الشغل محتاج تجهز الشنطة بتاعتك بالحاجات ادوات الشغل بتاعتك اولا اه محتاج تلبس مثلا لو فيه يونيفورم معين وبعدين تبتدي تنزل تنزل بقى في الشارع ده الشارع ده الفيزيكال فانت الاول هتعمل مرحلة اولى اللي هي سميها لير 2 وبعدين تنزل تبقى تعمل مرحلة تانية فاكني بس يعني فكرة الليرز دي اه انها فكرة تنظيمية طيب ففي لير 2 هنا بيبتدي اه بنسميها احنا الداة الداة لينك لير ليه لانها مهتمة جدا بتجهيزات اللي بتحصل على الداة زي ايه ادينا امثلة ادينا امثلة زي مثلا انها مسؤولة عن السكاديولينج يعني ايه السكاديولينج يعني احنا زي ما حضرتك عارف انت اليوزرز عندك هنا لما بيبتدوا يبقوا اكتف او يبقوا كنكتد ببتدي جاهز ليهم الريسورس ده مثلا ياخد عشر الريسورس بلوك ده ياخد اتنين ده ياخد واحد بس اه وهكذا ده يطلع والله بمديوليشن ستاشر كوان ده يطلع بمديوليشن كذا ده اللي بينفز المديوليشن هو لير 1 لكن مين اللي بيحدد المديوليشن أوردر ستاشر كوان ولا سكستي فور ولا كان بالزبط ونمتين ستة وخمسين مين اللي يحدد عدد الريسورس اللي حضرتك هتاخدها الريسورس بلوك واحد ولا اتنين ولا مية مين اللي يحدد المايمو اللي هتشتغل به المايمو لير مثلا هتشتغل كارير اجريجيشن ولا لا اللي هو ده كده الباكتش دي كده بسميها السكاديول بتاعك سكاديولينج لحضرتك اللي بيحدد الحاجات دي كلها مش لير 1 حدد الحاجات دي مرحلة قبل لير 1 قبل ما انا اصلا ابتدي اعمل ارسال الداتا وابعتها للانترنة لا بتتحدد هنا كده في البيس باند يونيت يحدد البريوريتي كمان بتاعت الداتا دي هي البريوريتي بتاعتها عاملة زي اللي هو يعني هتبقى مسؤولة عن فكرة الكواليتي اوف سيرفيس يعني اا تمام يبتدي يجهز الداتا يعمل لها مالتبلكسنج يعمل لها حاجة اسمها مالتبلكسنج عشان تجهيز الداتا march للفيزيكال لير لان انت الداة بتاعتك اا على الفيزيكال مثلا انا عندي هنا مسلا اا ربعمائد بت بس انا هبعد دلوقتي مية بس اه من اللي هيعمل الحاجة زي كده مين اللي هيعمل الحاجة زي كده مين يوم اا في الكنترولol تعالى مثلا تعرف ان انت بيبقى ممكن عندك كذا تشانل كده بتاعتك يعني عندنا البيجينج صح عندنا السيستم انفورميشن الترافك تشانل بتاعتك والكنترول تشانل بتاعتك كل دول خلي بالك لو فاكر بقى راجع كده الاتشانل كنا كل دول بنبعتهم على ايه على حاجة اسمها شيرد تشانل فاكر الاسي اتش تمام طيب وبعدين وبعدين فيزيكا البقى كنت ببعتهم علي حاجة اسمها فيزيكا داون لينك شيرد تشانل طيب مين قال ان البيجينج والسب والتيسي اتش والتيسي اتش كلهم يروحوا على شيرد تشانل مين مين عمل كده ده اللي حصل ده كده ايه ملتبليكسنج صح مع ان البيجينج يعني بتروح ااا في بيجينج بس بعدين بتتبعت عالشيرد المهم يعني اهم يعتبر كلهم عالشيرد مين اللي عمل الملتبليكسنج ده هي اللاير دي في لير 2 هنا تحديدا حاجة اسمها الماك. يعني ايه الماك? هقول لك عليه مش ماك اللي هو تاني لا هقول لك دلوقتي ايه معناه. وتجهيز الدياتا انها تبعت للفيزيكال لاير بتحصل فين? اه في لاير تو. كمان كمان خلي بالك. ببتدي هنا احجز لك حاجة اسمها ودي اللي عارف سريجيا او بيفكرها هيبعارف او مكان داخل البروسيسور بتاع البس باند يونت. بمعنى بمعنى احنا قلنا البس باند يونت هنا او خلينا نرجع لمسال اللابتوب. انت لما بتفتح اكسيل شيت هنا. تمام? بياخد بياخد من قدرة البروسيسور. يبتدي جزء من البروسيسور يبتدي يركز مجهوداته مع الاجسيل اللي انت فتحته ده. وبياخد جزء في الرام واخد بالك. طيب لما حضرتك بتفتح اي برنامج تاني يبتدي برضو البرنامج التاني ده ياخد من قدرة البروسيسور بتاع اللاب بتاعك. طيب اي يوزر بيطلع هنا في السيل بتاعتك. بيتحجز له مكان داخل البروسيسنج بتاع الكابينة. عشان كده كل كابينة بيكون لها كباستي محددة. فممكن ما ندخلش مثلا ناس عشان الكابينة دي وصلت لاعلى عدد من الكاباستي او اعلى عدد من الشانل المنت. يعني ايه? يعني انت لما بتخش مكان اللي بتاخده جوه البروسيسنج ده انا بسميه شانل المنت. تمام? فببتدي احجز لك تشانل المنت او احجز لك مكان داخل البروسيسور بتاع البس باند يونت فيين? في لير 2. طيب. الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها بينظمها. بروتوكول اسمه الميديم ميديم اكسيز كنترول. اسمه الميديم اكسيز كنترول. هو المسؤول. يعني ايه بروتوكول? بروتوكول يعني طريقة للتعامل. طريقة للتنظيم. بيحدد السكاديولينج يحصل ازاي? تحصل ازاي? بيحدد الحاجز مكان داخل يعني. فالماج ده هو المسؤول عن التنظيم الحاجات دي كلها. زي مسلا انا بشغل الويندوز. يعني لازم اعمل سيتوب للويندوز عندك هنا في اللاب علشان تقدر تتعامل. فالبروتوكول ده حاجة زي كده. انا بسطط ببرنامج معينة او بسطط حاجة عشان هي اللي بتحددلي بتشغلي الحاجات دي. خلاص? فالماج اللي هو اختصار لميديم. مش ميديم اللي هو المتوسط. لا ميديم. ميديم. يعني آآ ببتدي اجهز الداتا للارسال. الميديم بتاع الاكسيس ده هنا كده. ببتدي اجهزه للارسال. طيب. يبقى اللي احنا شايفينه حتى الان. ان احنا عندنا الفيزيكال لير. عندنا كده الفيزيكال لير. اللي هي بسميها لير وان. قبل لير وان بتحصل حاجة مهمة قوي. اللي هي لير تو. وبتحديدا بتحصل العمليات او الفانكشنز او البرامترز بتاعت مين بتاعت الماك. طيب. عظيم جدا. فدي كده ايه? دي كده لير تو. طيب. في سؤال هنا هل ده كل اللي بيحصل في لير تو? ولا في حاجة نقصة? هيتعالا كده ايه? نتأمل كده اللي احنا بنقوله. احنا قلنا ان والله اه لير تو دي بتبتدي تجهز الدياتا عشان تبعتها. فتقول كل واحدة ياخد ريسورسز قد ايه? البيريوريتي مسلا هتكون عاملة ازاي? تجهيز الدياتا للفيزيكال بهل الكنترول والترافيك في الوحدهم ولا كلهم بيكونوا على نفس الدي هو الترانس بورت لاير يعني اه تجهيز كمان مكان الدياتا اللي بتاخده في البروسيسنج بتاعك يعني يعني هو بيحصل بس في حاجة قبلها وهنا كمان بيبتدي يجهز تحديدا هيكون عامل ازاي? بس لو تأملت كده هتقول ايه? طيب مش هنا بعدت الدياتا دي مش ممكن الدياتا دي ما توصلش ويبتدي احتاج اعمل لها طبعا ما فيش في الفويس يعني المكالمة الصوتية شبقى فيها وده منطقي جدا لكن الدياتا في ريترانس ميشن فأنا محتاج اقول اه يبقى احنا ممكن ناضطر ان احنا عايزين نعمل ريترانس ميشن لبعض الدياتا بتاعتك فيبقى ممكن الدياتا اللي حاجة بتبعتها دي تكون عمل لها دلوقتي ريترانس ميشن وطبعا انا الدياتا لما باجه بعتها كمان بقاد ليها عارف فاكر اللي هو بقاد شوية البيتس كده على الدياتا بتاعت حضرتك قبل ما بابعتها علشان تساعدك عند الريسيفر تستقبل بقى عند الريسيفر في حاجة اسمها اليرو ديتيكشن وكوريكشن تساعد حضرتك في اليرو ديتيكشن وكوريكشن يبقى اذا هنا كده انا قبل ما بابعت بعمل ممكن ممكن احتاج اعمل سوبر فيجن على اللي انا بابعته ده مراقبة او متابعة وابتدي ايه وابتدي اعمل ريترانس ميشن لدياتا ممكن جدا اللي هو الهايبريد ارك الهايبريد اوتوماتيك ريبيت ريكوست ده بيشتغل ازاي بيشتغل كده انت بعدت الداتا طيب لازم اه حضرتك تأكد عليها تأكد عليها انها وصل طيب ما حصلش الاغنولج بابتدي اعمل ديها ريترانس ميشن ولو ان يعني او مع وجود الهايبريد ارك انت بقيت تبعد كزا باكت وبعدين بتأكد عليهم عشان نزود بس التكنيك الترانس ميشن يبقى سرع طيب فانا ممكن احتاج اعيد ارسال مرة تانية طبعا بحتاج ااد السي ار سي علشان حاجة اسمها اه اه ديتكشن وكوريكشن طيب كمان حضرتك اه بتبتدي هنا تعمل يعني ايه يعني الداتا بتاعتك لما باجي ابعتها ممكن ما ابعتهاش على طول ما عملهاش على طول ممكن اخليها تنتظر شوية عشان اعمل حاجة اسمها يعني اكنترول الفلو بتاعك ما انت مش اول ما بيكون فيه داتا بتاعتها لأ ممكن تستنى اه لما ييجي الدور عليك او ال time slot بتاعك فيحصل انتظارك ده فين هنا في اه في مرحلة هنا اللي هي في لير تو في مرحلة كده في لير تو قبل ما ايجي ابعت في اه وجهز السكاديونج والترانسبورت وابعتها في لير وكمان هنا بحدد حاجة للداتا حاجة اسمها المود يعني ايه المود يعني داتا اللي انت بعتها دي محتاج تاعت عليها ولا لأ مش محتاج يعني المود ده كده هل التقاك على الداتا ولا مش محتاج تأكد عليها يعني الهند اوفر مسلا لما ببعت لحضرتك هند اوفر كوماند تفضل اعمل هند اوفر ده لازم تأكد علي ان حضرتك عملت الهند اوفر طيب لما ببعت لحضرتك system information معلومات عن السيستم لا دي ممكن مش محتاج ان انا اقاك عليها تمام في حاجات مسلا بتبقى transparent يعني ايه transparent يعني ال business station بتاعتك دي ما لهاش علاقة بيها دي معلومة transparent راحها للكور البستشان مش هيفهمها مثلا فانت بتحدد المود اللي انت مود الترانسميشن هيكون شكله عامل زي كل الحاجات دي بتحصل في layer 2 بس مسؤول عنها بروتوكول تاني اسمه radio link control ايه ده طب layer 2 كده فيها فيها اتنين بروتوكول ايوة فيها اتنين بروتوكول فيها بروتوكول اسمه radio link control وده كده لي ملاحظ كده ان هو ايه اا يعني شوية بيكونترول الترانسميشن انا هدي ترانسميت ولا لا هاد crc اد ايه لل error detection وcorrection عشان تصلح ال error او المشاكل اللي بتحصل اه في ال data اثناء الارسال اه بفرينج اه يعني با با خزن ال data عندي اد ايه المود بتاعها تتأكد علي ولا لا والماك بقى بيحدد حاجات تانية هتاخد resources اه اد ايه ال priority بتاعت اه حضرتك تجهيز ال data للارسال هنا خلي بالك كمان بيحصل segmentation يعني ما هل data بتاعتك جاية من اللير الاعلى اللي لسه هنشوفها جاية بقى data كده على بعضك يبتدي هنا قطعها segment وفي المات كمان بيحصل تقطيع segment دي لسيجمنت اصغر شوية تمام فلير تو اللي هي ال data data link data link layer ودي بنسميها physical layer data link layer واضح جدا انها ايه كلها عمليات او اه تجهيزات بتحصل على ال data بتاعتك قبل ما تبعتها للاير 1 طيب اخر حاجة او هل هل كده الحكاية خلصت لا الحكاية مخلصتش في الحياة الحكاية ناقصها اهم حاجة ايه هي اهم حاجة عندنا لما تيجي كده تبص تقول ايه لها عندنا حاجة هنا كده اسمها RRC حاجة هنا اسمها IP وبنسمي دي كده layer 3 طيب الفكرة كلها ان قبل اصلا ما يحصل كل ده يعني قبل ما انت حضرتك تبتدي اه تبعت data للباستيشن او الباستيشن تبعت لك حاجة لازم يحصل ان ال session او الاتصال ما بينكو يحصل له establish يعني لازم هنا يحصل اه session session ايه session establish يعني ايه session establish يعني لازم تقوم اتصال ما بينكو ما بين ال inote بي اللي انت هتبتدي بقى تعمل كل الايه كل الحاجات اللي بعد كده بقى تبتدي اتجهز ال data وتعملها scadiolingo او ممكن تعيد ارسالها وسيجمنتشن لازم الاول اصلا فلازم الاول يحصل session ما بينكو ما بين ال inote بي طيب ال session دي لما بتحصل لها طريقة خلي بالك يعني ايه زي مثلا ما بتيجي انت تخبط عايز تدخل مثلا على المدير بتاعك فبتخبط فهو لازم يأذن لك يقول لك اتفضل فبتدي تفتح الباب تقول له اهلا وسهلا يقول لك ازايك يعني في طريقة من الايه في بروتوكول كده او في طريقة نفس الكلام احنا هنا بنستدي حاجة اسمها الررسي ال radio resource control عشان يساعد حضرتك او هو هيبقى مسؤول عن ايه عن انه يعمل session establish يخلي فيه هنا كده signaling messages ما بينك وما بين ال inote بي يساعدك ان يحصل session establish وينهيلك كمان لما تيجي تخلص المكالمة يعمل end للsession دي فانت انت مثلا عايز تعمل call عشان تعمل مكالمة ويبتدي ال voice بتاع حضرتك يتنقل اللي هو traffic قبل ما ده يحصل لازم الاول يحصل ايه ان اقوم signaling اعمل setup للsignally ما بين ال inote بي وما بين الموبايل وابتدي بقى بعد كده بعد ما السيجنالينج ده يقوم اهندل بقى traffic بتاعك بطريقة layer tool اللي قلناها و layer 1 في الفيزيكال واكذا بس لازم الاول يحصل establish channel signaling او بنسميها سعاة signaling radio bearer signaling radio bearer وحنا قلنا يعني ايه bearer يعني signaling channel يعني عشان ده يحصل انا بستدعي ال rc protocol اسمه radio resource control مسؤول عن انه يفتح session ما بينها وبين ال inote بي وبطريقة معينة ليها sequence معين request و setup و setup complete هنشوفها ولا لكم في المسجز طيب هل بس مسؤول عن كده لا مش مسؤول عن كده بس مسؤول عن اي عملية تانية بتحصل في ال air مسؤول عن كل الحاجات اللي بنسميها access stratum عشان تلاقيني بكتبوا حاجات كلام كتير نظر اكسس stratum خلي بالك ال rrc في الفور جي اسمه evolved rrc بنسميه e rrc طيب مسؤول عن كل ال operation اللي بتحصل معاك في ال air زي ايه زي ال hand over ففي ال hand over هتلاقي ده hand over ده ايه ده signaling message ال inote بي بتقولك اعمل hand over مش traffic يبقى تحت مظلة protocol rrc هو اللي بيحدد ال hand over بيبقى شكله ايه عامل ازاي او ان اصلا نعمل reconfiguration ممكن ابعط لك اه معلومات معينة لل system information وانت connected او reestablishment لل session مسؤول عن كل كل العمليات اللي بتتم على ال radio link بتاع حضرتك اه كsignaling هو المسؤول عنها الرrc هو المسؤول عنها انه يعملك modify لل channel بتاعتك كل العمليات اللي بتتم وانت انا لازم اه اه ال rrc بروتوكول ده يبتدي يتعمل له setup الاول او استدعيه علشان اقدر اشتغل زي ما انت بتيجي تدخل على الانترنت لازم تستدعي حاجة اسمها ال http لو ال http مش موجود مش هتقدر تفتح اي web browsing مش هتقدر تفتح اي web browsing ونفس الكلام هنا ل ال rrc او radio resource controller وده بقى layer 3 ده اللي لازم اول حاجة يتعمل لها activation عشان تقدر تعمل اي حاجة بعد كده في layer 2 layer 1 تمام طيب عظيم جدا يبقى ده شكل ايه البروتوكول ستاك بتاعنا يعني منيجي نشوف كده البروتوكول ستاك بتاعنا اعلى layer هي layer 3 متقسمة control plane ويوزر بلين ويوزر بلين ده اللي هي بنسميها traffic والcontrol بلين ده اللي هو السيجنال فالمسؤول عن ان يحصل ان السيجنال اللي يتعمل له setup البروتوكول مسؤول عن كده هو الررسي او الررسي او الررسي طيب layer 2 بتبتدي تجهز اللي هي data link layer بتاعتك قبل الارسال و layer 1 اللي هي physical layer طيب خلي بالك لو انا traffic traffic بتاعي في 4G هو عبارة عن IP فانا لازم استدعي بروتوكول الIP هنا علشان ابتدي انقل الترافك بتاعك يبقى البروتوكول ستاك بيتقسم جزئين جزء سيجنالينج وجزء control ده على layer 3 layer 2 سواء IP سواء سيجنالينج بيعدي بنفس المراحل بتاعت ال data link layer اللي هي radio link control او الماك medium access control وبعدين هنا physical layer ده البروتوكول ستاك بتاعنا لو انت عديدت معانا في ال 3G احنا نفس الفكرة ما فيش فيه اي تغيير فيه ال concept الخاص بالبروتوكول ستاك طيب طيب طبعا مع وجود ال AIP ده عشان احنا في الفورجي ال packet switching في هنا حاجة اسمها ال bdcp ايه هي قصة ال bdcp بسموها ساعة layer 2.5 اختصار هي ايه لل packet data conversions protocol وده خلي بالك IP protocol هدفه الاساسي هو انه يعمل هادر يضغط ال header يعني ال IP بتاعنا الجميل ده كده بيبقى واخد فيه هنا data كده بسموها payload وبعدين هنا فيه ال header ال IP سوى بقى IP version 4 او IP version 6 اللي هيكون الهيدر بتاعه اكبر الهيدر ده في الحاجة الحجم بتاعه كزا بايت يعني فعشان نوفر المساحة الكبيرة او اللي واخدها الهيدر دي بنعديه على حاجة اسمها ال bdcp فيضغط الهيدر ده 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 الهدف الاساسي بس عشان ياخد size اقل مع ان احنا في دراستنا بقى في الفولتي هنعرف ان فيه حاجة اسمها robust header compression robust header compression ده هيبقى حاجة مناسبة اكتر للفويس لان خلي بقى لك الفويس بتاعك هنا هو عبارة عن packet يعني الفويس بتاعك هنا في ال air في الحقيقة هو packet طيب ال bdcp مناسبة اكتر للهيدر كومبريشن لل data لكن ال robust header compression اللي هنعرفه ده feature يعني هتبقى مناسبة اكتر انها تضغط الباكت الخاصة بال voice المهم ان احنا هنا في ال user brain جايبين حاجة كده بكل هدفها انها تقلل ايه تقلل حجم ال header ده شوية بس تقلل size بتاعه بدل ما يهو 40 byte مثلا تخليه مثلا 10 byte مثلا مثلا وهتبقى لكو بالتالي بتوفر في ال resources بتاعتك بتوفر في ال channel بتاعتك فتقدر تبعد ده ده اكتر وبتحسن البندويتس efficiency طيب وانت خلي بالك وانت بتبعت بتمشي بقى الطريق ده يعني يعني انا دلوقتي مثلا عايز يبقى فيه ما بين حضرتك وما بين وعذرني ان انا بأكد على حاجات يعني اكتب دو ليك انت انها يعني بديهية بس احنا لازم نمشي في الموضوع ده كدا بالشكل واحدة واحدة يعني مع بعض فا اا اا انت عشان حضرك تبدأ تقوم signalling radio bearer يعني ايه signaling radio bearer يعني signalling channel ما بينك ما بين الانوت بي لازم تعدل اول تقوم الرRc وبعدين تجهز layer 2 بقى اللي بتجهز لك بتاعك سواء سيجنالينج سواء ترافيك وبعدين تبعد في لير وان الريكوستات ان انت ايه تستطب بقى اللي هو الفيزيكال بقى الريكوستات اللي راحة جاية دي هتكون في لير وان تمام طيب وعايز تبتدي مسلا تعمل مكالمة اه يبقى هامشي فوق بقى هنا كده اي بي تاني الفويس بتاعنا بيبقى باكت احنا في بقى فما احنا قلنا خلاص احنا في باكت سويتشينج دومين فالفويس بتاعنا بيكون باكت وطيب وبعدين يتضغط الهيدر بتاعه وهكذا ويمشي بقى مراحل لير 2 والفيزيكال اه واخد بالك طب الفويس باكت تعرف الباكت بهيفير هو ان بسمح فيها بالريترانسوميشن بنسمح فيها بالدلي بنسمح فيها بالجيتر والجيتر هو الفاريانس بتاع الدلي او تغير الدلي يعني الباكت ده دي الخواص بتاعتها والحاجات دي كلها عكس الفويس الفويس الريال تايم ابليكيشن لا يسمح بالريترانسوميشن لا يسمح بالدلي لا يسمح بالجيتر كل ده يأثر على جودة الخدمة اه الصوتية ازاي بقى هنعمل ده ده اللي هو في الكورس بقى كورس الايم اس هتعرف من خلال معرفتك للايم اس ازاي ادرت ان المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت الريديو بيرر والكواليتي اوف سيرفيس والكيو سي اي وان احنا ابتدينا نعلي جدا ان الفويس ياخد اعلى فمحدش يقدر يوقفه ويبقى بيتعمله هندلينج بشكل معين وليه جراندي بيتريت واخد بيتريت ثابتك وكل الحاجات اللي احنا ايه اكدنا عليها من المحاضرة اللي فاتت طيب الترانسوميتر بيمشي كده طب ريسيفر ريسيفر لما بيستقبل اول حاجة طبعا بتعدي على لير ون وبعدين لير تو تبتدي تستقبل الداتا بتاعتك ومك تبقى تعملها وتعرف اذا كنت هتقق عليها ولا لأ وبعدين لير سري لو كان سيجنالينج يبقى هيعدي لازم انت تبقى مستطب او انت خلاص ما اكتف الارار رسيف بروتكول او لو داتا يمشي بي دي سي بي اي بي وهكذا يعني كده ده الترانسوميتر وده الرسيفر طريق الداتا بتاعك اللي هو في الآن يعني زي ما قلنا كده انت بتيجي تابعت بتيجي تابعت في الاول الداتا بيتعمل لها شغل هنا كده فيه شغل بيحصل عليها وبعدين تبعتها وقبل ما بتبعتها للطرف اللي هو حضرتك مثلا للطرف الاخر انت لازم تكون ما بينك وما بينه الارار سي كونكشن دي اول حاجة لازم تكون حصلة ده اللي احنا ملخص اللي احنا قلناه في في التلاتين ثانية اللي احنا واخد بالك فده لفكرة البروتوكول طيب حاجة كمان بسيطة جدا اللي حضرتك شفتو ده من بروتوكولز دي اللي هي ما بين ال اي نوت بي وحضرتك اللي هي بقى احنا هنا في الارار سي خلينا نكلم سيجنالينج يعني وهنا الارار سي و مك وهنا ال اي الفيزيكال لير نفس الكلام سواء بقى انت كنت بتبعت او بتستقبل بتعدي على نفس ايه البروتوكول زي ما قلنا سواء داون لينك او بلينك طيب بالنسبة للامم اي الامم اي لما بيجي يتحدث مع ال اي نوت بي في بروتوكولز تانية في اهم واشهر بروتوكولي انا عارفيني ده انترفيز ده اسمه اس وان اا سي بروتوكولي بيستخدمه هنا مشهور جدا اللي هو اس وان اسم نسميه اس اب ده هو اب ده اللي هو ابليكيشن بروتوكول وده ده بروتوكول يعني هيبقى مسؤول عن الكنترول بلينت سيجنالينج السيجنالينج يعني لازم ده يقوم عشان يحصل سيجنالينج ما بين ال اي نوت بي وال ام اي يعني زي ما حضرتك عشان يكون في ااا سيجنالينج ما بينك ما بين اليوزر ايكويمنت كان لازم يكون في ار ار سي هنا برضو لازم يكون في اس وان ابليكيشن بروتوكول وليه تفاصيله بقى الخاصة بالترانسوميشن او خاصة اا بالكور يعني طيب لو احنا مثلا عايزين دلوقتي نعمل التاتش ريكوست على ناتورك او مثلا عايزين نعمل لوكيشن اريا اب ديت تعالى نبتدي ايه نبتدي شوية تعرف احنا الكل اللي بنقوله ده ليه تاني هدفنا الاساسي مش والله ان احنا بنقول حاجة نظرية ولا بنضعوت افنا ازاس ان انت تعرف اند تو اند اا سيجنالينج بيمشي ازاي تعرف ده بيتحرك ازاي وتعرف تقرأ اللير سري ماسجز طبعا هيبقى في جزء هنا مش هنقدر نقوله في محاضرة واحدة في جزء هتشوف دلوقتي في جزء هتشوفه في جزء الاي ام اس وازاي بتعمل ريجستريشن على الاي ام اس كور والسيجنالينج اللي بيحصل معاه فالتفاصيل جاية يعني هتبقى على كزا جزء يعني طيب فتعالنا نشوف ازاي اللي كشن ايه ده هيحصل عشان يحصل لازم اولا اولا الارسي اللي ما بينك وما بين الانوت بي يتم يتم ويكون ينجح يعني وهواريك السيناريو بيبعمل ازاي انت بتبعت ارسي ريكوست فالانوت بي بتقولك setup فانت بتقولها complete يعني اكين كده ايه زي الفكرة السري وي هند تشيك زيك الحمد لله تمام حاجة زي كده ايه طيب فانت اولا باق يعني اول حاجة كده لازم يحصل ايه لازم تاكتف الارسي بروتوكول او ان يكون فيه اللي يعني ما بينك وما بين الانوت بي الخطوة اللي بعد كده خطوة رقم اتنين خطوة رقم اتنين هنا ان انت تبعت الطلب بتاعك ريكوست بتاعك ايا كان بقى ريكوست ريكوست ممكن يكون اتاتش على النتورك ممكن يكون خلاص انا الحمد لله دخلنا على النتورك بس عايز اعمل لوكيشن ايه update اه update اللوكيشن بتاعي ممكن يكون مثلا اه cool request او packet switching request عايز ادخل ده ايا كان الريكوست بتاعك ده في خطوة رقم اتنين بعد ما بتنجح ان يكون فيه signaling ومع القرر سيء ريكوست بتاعك ده بيروح direct للكور يعني بيفهمه بيروح مباشرة للكور تحديدا الMME ايه ده يعني الانوت بي ما تعرفش انت عايز تعمل ايه لما تعرفش ما بتفهمش يعني او غير معنية بالطلب بتاعك هي اهم حاجة او يعني ايه فتحت لك اللي تشانل اللي هنا اللي هي السيجنال اللي هنا او خلينا نسميها ايه السيجنال لينج ريديو بيرر خلينا نسميها ايه هي اسمها سيجنال لينج ريديو بيرر هي فتحت لك تشانل من هنا طيب انت بتبعت تقول انا عايز اعمل لوكيشن ايه update اللوكيشن ايه update دي بتمشي هنا كده تمشي طبعا في اللينك ده السيجنال لينج لينك ده هل الانوت بي بركز في اللي انا بقوله هنا ده هل الانوت بي تفهمه لما بتفهموش بتعدي بتعدي الريكوست ده يروح فين يروح للMME لان الريكوست ده بنسميه non-access stratum بنسميه non-access stratum يعني ايه يعني ريكوست يذهب الى الكور ريكوست غير معني بالريديو مالوش علاقة بالريديو انترفيس فبنسميه non-access stratum يذهب مباشرة للكور والكور ناتورك هي اللي بتقوم بفهم الريكوست ده لكن الbase station ما بتفهموش حكاة دي مش جديدة حكاة دي من من التكنولوجيز اللي قبل كده احنا عندنا حاجات access stratum طب الرأرسي يعني الرأرسي ده ايه لا الرأرسي ده access stratum protocol يعني ايه يعني بروتوكول ما بينك وما بين ال e not b access stratum مش non مش non كلمة access خلي بالك stratum يعني طبقة يعني layer ممكن اقول access layer فهي الرأرسي ده في ال access layer ولكن الريكوست دي راحة في ال non access layer يعني ممكن تستبدل كلمة stratum دي لو هي كلمة إيه لعليك بlayer ازن في الريكوست الاتاتش او location area update او core request ده رايح لل MME وهي ال MME هي اللي بتفهمو مش حد تاني اللي بيفهمو بنسميه ال non access stratum او non access layer ففي هنا كده layer يتعتبر layer 3 برضو يعني ايه اللير دي ما بتفهمهاش ال business station تفهمها بس حضرتك وايه بيطلع منها كل الحاجات بقى كل الريكوستات اللي ليها مثلا علاقة بالmobility management يعني ايه المobility management ما هو الاتاتش ده mobility management location area update ده mobility management واخد بال حضرتك ايه كل الحاجات دي اللي هي هتبقى ليها علاقة بالmobility management بده هزهب مباشرة لل MME تمام خلي بالك مش بس الحاجات دي انت مثلا الاثنتيكيشن التسجيل على النتورك ده ده يعتبر ضمن المobility management security ده يعتبر من ضمن المobility management paging كل دي حاجات بتحصل ما بينك والانشياتر بتاعها المبتدئ بتاعها هو الكور ممثل في مين ممثل في ال MME طيب وكمان اه عندنا بنسمى حاجة تانية اسمها session management وسession management هنا تحديدا في كلمة واحدة ان بعد ما حضرتك بتخلص المobility management من ان انت تقتتش على النتورك وتقضيت اللوكيشن وتعمل authentication نسجلك ونعمل لك security نسيكيور اللينك بتاعك وهنا كل دي مراحل انت حضرك بتفتح الموبايل تأكسز عشان تأكسز وتطلب ان انت تسجل نفسك عن النتورك لازم اولا وقابل اي حاجة يبقى فيه signaling channel ما بينك وما بين ال e note b وعشان this signaling channel دي تتم لازم تأكتف ال rrc او تتبع protocol rrc طب ده بما انه اول ما بيتم بابتدي حضرتك تبعت request بتاعك طلب بتاعك لمين لل mme عايز مثلا اعمل مكالمة فال mme اولا تقول لك استنى اهبطيط لك location استنى هعمل لك authentication يعني اه اتأكد منك اكني كده بايه بقول لك وريني ال id بتاع حضرتك اه وبعدين security اللينك بتاعك ده اشفره الحاجات دي كلها ما بينك وما بين ال mme ال e note b ما بيبصش هي بس بتفروت رجل واقف في النص كده بايه يبعت وسيط ما بين حضرتك وما بين ايه الكور طيب خلصت الحاجات دي كلها عايز اعمل المكالمة بقى يبتدي هنا session management تعمل حاجة اسمها ايه bearer activation يعني ايه يعني يبتدي كده هنا يتفتح ما بينك وبين ال hdtw اللي هو زي ما قلنا بقى المحاضرة اللي فاتت ال s1 bearer طيب وطبعا انت حضرتك هنا انت كان معك معك مش مش محضرتك هنا داتة uso data radio bearer فتفتاح لك هنا data radio bearер طيب اللي هو مجموع لاتنين دول اللي هو ال раб هو ده بقى يعني هو ده طبعا كل ده بيتم تحت اشراف مين الراجل اللي هو المانجر بتاعنا اللي هو الام ام اي وهكذا بقا اللي هي لغاية ما تاخد الاي بي اس بيرر اللي ما بينك وما بين الباكت جيتوي وتاخد اكسترنال بيرر مع الاكسترنال نتورك نفس اللي احنا قلناه المحاضرة اللي فاتت ده اصله يعني هو هي بتمشي بالشكل ده وبتمشي بالبرتوكولز دي للضفط الوقت بس زيادة هو ان هنا حاجة اسمها الان اكسترنال بتفهمها مين? الام اي وحضرتك. موبليتي مانجمنت وسيشن منجمنت. طبعا احنا في الالتي بتبقى ايفولفد موبليتي مانجمنت وايفولفد سيشن منجمنت هتلاقي حرف الاي ده. لان كان في السريجي كان ما بين حضرتك وما بين الام اي سي بيحصل اللي هو الان اكسترنال او كان بيبقى فيه وكان بيقوم من خلالها الموبيلتي مانجمنت والسيشان مانجمنت فنفس الفكرة هنا بس حصلت مع الممي وبقى اسمها افولفت موبيلتي مانجمنت او افولفت سيشان مانجمنت فزي ما انت شايف الشكل اللي قدامك ده ان الررسي بتحصل اول ويقوم معاك سيجنال انج ريديو بيرر وبعد كده بيقوم معاك ده تانيق ريديو بيرر والجزء ده كده اسمه الاكسس استراثم او الاكسس لير وطبعا بيكون معاك ايه كونكشن مع الممي بنسميه النون اكسس لير فده ده الشكل يعني تمام اكسس تراثم والن اكسس تراثم شكل الاركتكتر كونسبت بعد كده يبقى مع حضرتك هنا ايه تحصل في الاخر بعد كل الخطوات دي على الاي بي اس بيرر طيب هل في بروتوكولز تاني يمكن احنا كده يعني قلنا معظم البروتوكولز بتاعتنا في الحقيقة في حاجة للناس بتاعت الكورز احنا يعني بنهتم بيهم في الكورزات تحديدا في الكورز ده يعني طيب ايه هي ان في حاجة اسمها جي بيرر اس تاني لينج بروتوكول جي بيرر اس تاني لينج بروتوكولز وبيكون في منه نوع طبعا زي ما انت خلص بقى فهمتو كنترول وفي منه نوع الايه الترافيك اليوزر بلين فالكنترول ده اللي هو الجي تي بي سي وده هيكون الجي تي بي يو تمام طيب وبعدين اللي بيحصل ان مثلا لما لما الام ام اي بتتكلم مع الاس جي دابيو او الباكيت جيتوي بتتكلم معه من خلال الجي تي بي بروتوكول ده بس طبعا السي لان الكلام هنا ده بيكون سيجنالينج فزي ما انت كلامك مثلا مع ال اي نوت بي كان من خلال الارر سي بروتوكول فاحنا هنا الكلام داخل الكل بيبقى بالجي بر اس تانلينج تانلينج يعني بفتح تانل والتانل ده بياخد تانل اي دي وحاجات خاصة بالكونفجريشن الناس او الراوتينج والحاجات دي الخاصة بالايه بالنتورك يعني طيب وهيكون ما بين مثلا ال اي نوت بي لما بتيجي تابعة داتا للاس جي دابيو بتبعتها من خلال الجي بر اس تانلينج بتقول خاص بمين بالترافيك لان اللينك اللي بيمشي هنا بيمشي ترافيك فانت مسلا يوزر ايه وعندك يوزر بي عندك يوزر سي كل يوزر بيكون ليه جي تي بي مختلف ده ليه جي تي بي ده يوزر ده ليه جي تي بي تاني وهكذا وكل تانلينج بروتوكول بياخد تانل اي دي بيبقى ليه ده اي دي غير الاي دي ده وغير الاي ده تمام ماشي دي حاجات كده كونفيجريشن بقى بتتم داخل الكور وكل تانلينج بيبقى واخد اي بي زياد يعني في بقى حاجات للناس اللي هي اه حابة ناتورك تقدر هنا في تفاصيل اكتر طبعا اسمه جي بر اس تانلينج بروتوكول لانه كان ابتدى زمان فكرة التانلينج بروتوكول دي ابتدت ما بين ال اس جي اس ان وما بين مين الجي جي اس ان لو انت فكر ابتدى فكرة الايه الجي بر اس تانلينج بروتوكول ده تمام يبقى احنا كده عشان بس الوقت المحاضرة عادة معانا شوي يبقى انت كده اول ما بتبتدي الخطوات بتاعتك الى ان تصل ايه للخطوة اللي هي الاي بي اس بيرر اكتيفاشن اول ما ده يحصل ده معانا ان انت معاك اندو تو اند شانل اندو تو اند ترافيك تشانل تمام مش بس على الراديو لأ كمان في الكور بتبتدي بالررسي بالررسي سيت اوب وهو ليك ده في الارسي ليه ميسج دلوقتي بعد كده بتمر لمرحلة الايه ال06 ومرحلة السيكيوريتي وبعدين بتمر بمرحلة ان انت تبتدي بقى تسطاب الايه الرافيك بقى الترافيك ده قضيط يحتوي علي الايه الاسوانبيرر يتفتح الـ Data Radio Barer على الـ Air تمام وبعدين يتفتح لك الـ E-Rab إلى أن تصل للخطوة الأخيرة الـ EBS Barer Activation يعني لو جينا كده فتحنا البرنامج التيمز كما انت شايف كده التيمز ده الـ Discover فالخطوات يمكن هنا أنا أجاب لك حاجة لك تانية يبقى فيها الـ Attach By من أول يعني هنا رجل ده خلص عمل Attach ويبعت Service Request وبيبتدي بقى الـ RR-C يعني بصوا Setup RR-C Connection Request يعني إيه Setup RR-C يعني الطريقة اللي أنا قول نفتح وعايز أدخل للـ Network لازم أقوم Signal زي ما احنا بنحكي دول المحاضرة دي الطريقة دي عاملة ازاي؟ يعني طريقة الـ RR-C Setup دي بتكون عاملة ازاي؟ بتكون 3-Way Hand Check زي ما قلنا اللي هو حضرتك تبعت للـ E-Node B RR-C Setup Request تروح هي رد عليك بـ RR-C Response RR-C Response داخل لبالك بيبقى في تفاصيل كتيرة خاصة بالـ Radio يمكن أن أخبرك حاجات منها دلوقتي في الميسج يعني نفتحها مع بعض وبعدين حضرتك تروح أقال إيه؟ RR-C Setup Complete يعني تمام بعد دي خطوة واحد، خطوة اثنين، خطوة ثلاثة لما ده بيخلص خلاص، ده كده يبقى أنت كده مع حضرتك كده ايه؟ وبعدين هنا RR-C Connection Setup ده ده رد الـ Network يعني بص السهم اللي فوق ده كده ده من اتجاهك أنت للـ E-Node B ده رد الـ E-Node B عليك تقول لك RR-C Connection Setup فييجي هنا RR-C Response من E-Node B أو RR-C Connection Setup من E-Node B فيه بقى التفاصيل، فيه تفاصيل ايه؟ فيه كل التفاصيل بقى أنت مثلا هنا هتشتغل Acknowledge Mode AM في الـ Radio Link Controller تمام؟ وبتعمل Retransmission وMax Retransmission سريشولد قد إيه الـ Retransmission بيحصل؟ ف الـ Retransmission يعني بيبقى ليه Maximum Parameter يعني برامتر بيحط الـ Maximum Value الخاصة بالـ Priority تفاصيل ايه؟ تفاصيل ايه؟ تفاصيل خاصة كثيرة بالـ Air يعني حاجات هتلاقيها برامتر كلها خاصة بالـ Air الـ Roo A والRoo B أو الـ Ba والـ Ba والـ Ba اللي هي الحاجات الخاصة بالـ Configuration الـ Power تمام؟ ايه تاني ممكن نكتشفه هنا الـ CQI الـ Report Periodic الـ CQI تفاصيل خاصة بالـ Channel Quality Index Transmission Mode 4 يعني انا شغال ميمو وهكذا بقى فيه تفاصيل كثيرة جدا في الـ RRC Connection Setup بعدين يجي هنا الـ Complete انت بترد تمام؟ انا سمعت المعلومات دي وكده بقى فيه Signaling Messages ما بينك وما بين الـ E نوت B طيب وبعدين بقى نكمل الحاجات دي لـ Security Mode وهكذا الى ان تصل حضرتك للـ Activate Dedicated EPS Pairer خلاص انت كده بقى مع حضرتك EPS Pairer و Active وده هيبقى خاص بالـ QCI 1 للناس بتوع طيب انا عارف ان انت تعبت المحاضرة دي الوقت بتاعها زاد فهبدأ المحاضرة الجاية على طول بالخطوات دي اللي هي ده يا جماعة اسمه Lear Seri Messages هبتدي بيها بس عايزة اجيبلك لوج جاية يكون فيها بداية من او اجيبلك Snap بداية من الـ LTE Attach يعني تشوف الـ Attach نفسه بيحصل ازاي ونبشي بالخطوات بتاعة Activation RRC وازاي بتاخد QCI 8 أو 9 وبعدين QCI 1 بتاع الفولت اللي احنا قلنا عليها المحاضرة اللي فاتت شكرا لكم معلش محاضرة كبيرة بس تفاصيل اللي فيها مهمة جدا عشان هتغدمك في Look File Analysis وتبقى قادر تفهم ده هي دي اللي انت قدامك ده كده ده Lear Seri Messages اللي احنا بنقول عليها دي لوج جاية من الفيلد فيها اكيد مشكلة ما بداية بقى اللوج بتبتدي من ان انت اصلا بت Setup RRC Connection وبنشوف بقى بنمشي واحدة واحدة كده نشوف المشكلة حصلت فين بس طبعا حسا مشنشوف مشاكل دلوقتي احنا بنمهد لك او بنخليك تبقى عارف اصلا ايه هي Lear Seri Messages وبتكون من اين شكرا لوقتك وشوفكم المحاضرة الجاية اشتركوا في القناة